عاش الشباب عاش الشباب موضوع فاكرتنا النهاردة موضوع مهم جدا اللي هنتكلم فيه عن مشاكل الأسنان مشاكل الأسنان اللي أكيد كلنا مرنا بها مشاكل الأسنان الأسنان عالم كبير جدا احنا مش حاسين بأمته والمشاكل الأسنان بتكتر مشاكلها لما بنتجاهل نحن بنروح لدكتور أو لطبيب مشاكل الأسنان دي اللي ممكن تعرضنا ان احنا تؤثر على أعضاء تانية من جسمنا وزي مثلا إيه يا سمين ممكن تكلمنا أيها طبعا ياسر بتأثر على أعضاء في جسمنا زي ارتفاع ضغط الدم أو حتى تكون نبضات القلب سريعة وكمان الكئابة وأمراض تانية زي الإمساك أو ما بتحس برانين في ودننا ده برضو بيأثر على الحاجات دي الأسنان بتأثر عليها وكمان المصابين بمرض السكر بس من النوع التاني لازم يتبعوا مع دكتور للليسة الليسة بدقة لازم بس لازم نحافظ عليها وكمان كيدي يا سمين طبعا لازم نحافظ عليها ونغسلها كمان بالفرشة طبعا يا رحمة لازم نحافظ عليها كيدي يا سمين زي ما بتقولي لازم نحافظ على سناننا كويس جدا وزي ما بنهتم يعني اللي هو بنفسنا وكده دي سناننا دي حاجة مننا يعني بتوجع عليها ألام كبيرة جدا ولازم برضو نبقى محافظين على تغيير الفرش كل ثلاث شهور بالضبط عشان ما نهملش في نفسنا برضو وزي ما زي ما استنين ليها يعني ليها أثار أعراض كبيرة هي بتوجعنا وبتتعبنا قوي بقليها أعراض برضو على جسمنا كبير والقين دي أيها دا حقيق فعلا يا رحمة وكمان غير كده ألام الأسنان غير محتملة خالص ومش بتكون بس في منطقة الفم بالعكس دي كبان بتسمع في باقي الوش بالذات مثلا التهاب العصب بيسمع في المنطقة من الوش اللي هي بيبقى فيها الدرس أو السنة اللي فيها التهاب العصب وزي ما ياسمين برضو قالت أن هي بتأثر على أعضاء تانية بالذات لو الشخص اللي عنده مشكلة في سنانه عنده أي مرض زي مثلا التفاع ضغط الدم أو السكر أو أمراض في القلب وبيبقى لازم لما يروح لدكتور يقوله على الحاجات دي عشان ما يحسش بألم زيادة أو مشاكل أسنان تعمله مشاكل أكتر من كده وخليني من كلامك يا نادين أوجه كل الشكر والتحية للأكاديمية المصرية للإعلام والتنمية وأيضا كل الشكر للإعلام أحمد دياب مزيع برنامج مصر الأصل على موهوداته الحقيقة اللي قدمه لنا وبي قدمه لإيطاحت الفرصة أن نكون موجودين قدام حضراتكم النهاردة ما تنسوش للتواصل معنا من خلال أرقامنا اللي ظهر أمامكم على الشاشة ياريت يا شباب الأرقام تنزل على الشاشة خلونا نخرج أولى فقراتنا مع زميلتي ياسمين ورحمة ودكتور شريف عمر ولكن بعد الفاصل ابقوا معنا